اهلا و سهلا و مرحبا بكم في القناة كنتمنى تكونوا لباس عليكم في صحة جيدة اليوم ان شاء الله فيديو جديدة كما في العنوان غدا نهضر لكم علش كونا هو احسن سيروم فيتامين سي من خلال تجربة شخصية ديالي ولكن ضروري خاصة نقول لكم واحد المعلومات اللي انها مفيدة بزاف تقدر تساعدكم حتى في اختيار احسن سيروم يكون مناسب ان شاء الله بالميس باليك السؤال اللي كتحرصوا وشنا هو دور ديال سيروم فيتامين سي علش دير هاد ضجة علش كتنما بعد المرات سيروم معجيزة نقول لكم السبب ثلاثة هما اول حاجة انه مضاد للاكسادة ثاني حاجة هو واحد زوين بزاف تقولوا لي كيفاش كتعرفوا مع تقدم السن وصراحة تنحتمع المؤثيرات الخارجية اللي كتاثر لنا على البشرة منها اشيعة الشمس منها تلويت البيئي منها سترس منها تغذية غير متوازنة كنين بزاف العوامل صراحة كياثروا على البشرة وما كنردوش اليوم البال فهو كيحفز لنا البشرة ديالنا على انتاج الكولاجين وكتعرفوا إذا انتاج الكولاجين فالبشرة كتكون ناضرة كتكون شابة فكيتأخروا علامات ديال الشيخوخة كلم جميل ثالث حاجة كينقص لنا تصبغات شحل من بنفيها الكلف شحل من بنفيها آثار ديال الحبوب فهو كينقص لنا من الحدة ديال هاداك تصبغات كيفاش غدا تقول لي نقول لكم لانه كي انتاج الميلانين كي الميلانين كي نقصوا لكين قلوتي كي قيدوا ما تخليش انتاج الميلانين إضغاء في البشرة ديالنا فبالتالي كيوقع تفتيح للبشرة يعني هو مفتيح هو انتاج هترجع لكم نقطة ديال مضاد للأكسادة كي ما قلت لكم البشرة كتتعرض لعدة مؤثيرات خارجية هتنركز على أشعة الشمس حيث هي اللي مهمة وخاصة الأشعة الفوق البنفسجية حيث هذه كتتختار كتر جلدة ديالنا وكتأثر عليها من الداخل فهو كيحمينا كيحمينا كتعني مشي انه على شكل ايكرون ولكن هو كيحمينا من الأضرار ناتجة عن أشعة الشمس فاته هو تدير نفس العملية بالنسبة للميلاني كيحمي لنا الخالية من أشعة الشمس يعني لا دخلت مشيذر أشعة لأي مؤثر خارجي يدخل البشرة ديالنا فهوش يقول له ستوب حبس دماء يعني ما تخرش يعني ما تخصرش لي هاد الخالية هدي اللي أنا فيها وهذا رسم تعضيحي حطيتو لكم باش تفهموني أكتر اي كيما كتشوفو انتي اوكسيدان يعني كتعني سيروم فيتامين س والفري راديكال راه هو المؤثر الخارجي فكيما كتشوفو تحميلنا الخالية ديالنا بطابعة الحال هنا يمن اللي بزيفة اللي بناس سمعوا هاد الاشياءات السيروم المعجزة فكلنا غدا نبعون شريه ولكن هنا فين كيوقع المشكيل وكيوقع الغلط غتلقوا في السوق بزيفة ديال السيرومات بزيفة ألوان وأشكال كينا اللي مكتوبة فيه من نسبة المئوية كينا اللي مكتوباش فيه كيفاش أنا غدا نعرف أحسن واحد مناسب ليا غدا نعطيك واحد المعلومة وهي اللي منها غدا تنطلقي أول حاجة أثباتت الدراسات سمعوني مزيان أثباتت الدراسات العلمية تجميلية للدرس في هاد المجال أن أحسن سيروم ديال فيتامين سي هو اللي كتكون فيه على الأقل على الأقل عشرة في المياه من وسمعوا هاده أكتر أسكوربيك أسيد شنو هاد أسكوربيك أسيد هو واحد الحمض كيحتوي عليه فيتامين سي اللي هو اسمه أسكوربيك أسيد وعنده حتسمية أخرى الأسكوربيك أسيد هاد جوج السميات هما اللي كيبينو لنا أن هاد السيروم فعال زوين وفيه حمض ناقي ناقي بيوغ كاتسمة يعني بعد المرات من اللي كتقلبو في المكونات ديالشي السيروم كما كتلقاوش قاعد السميات وكتلقاو مكتوبة فيه 10% وال20% هادا كتتعني هاد الجوم لها ديك كتعني إلا ما لقيتوش أسكوربيك أسيد كتعني أنه غير مشتق ديال فيتامين سي المهم في الأسواق غدا تلقاو بزيفة ديال منتوجات كما قلت لكم وانا غدا هنا مثلا عندي ديال غيفوليسيوم كتب فيه 3% وهذا ديال 12 ونص إلا قلبتو في الإنجريديين كين الأسكوربيك أسيد حتى هادا ديال 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 اللي فيه أسكوربيك أسيد بقاع مكتوبة القدام 8% المهم هاد المنتوجات أنا عارفة حيث عارفة شنو خاصة يكون في الإنجريديين هادا كشي لاش ما عنديش مشكيل أما البنات فمثلا نفترض أن واحد البنت بغت شري هاد بيكسي ما مكتوباش فيه النسبة المئوية وعند بالها هادا غير من مشتقات ديال فيتامين سي لكنت أصلا كتفهم فاتش المشتقات المهم ما عليناش هادا تجيل المكونا ستلقي أسكوربيك أسيد جات الفوق يعني هاد المنتوج هادا غادا تكون في شي عشرة والعشرين في المئة في كل ما كانت الفوق كل ما يعني لاباز ديال هادا المنتوج من هادا وفيه فيه الحمض الأسكوربيك أسيد النقي الحالة الثانية اللي بغيتكم سيتردوا لها البال اللي هي مثلا هادا ديال ماك دايتوكس كيتباع في ديام كيتباع في دوغلاس غادا تلقاو في الباك يمكسو بعشرة في المئة ديال فيتامين سي ومن اللي غادا تمشي والمكوناس غادا تلقاو ما فيه جاء نهائيا الأسكوربيك أسيد أتلقاو فيه فقط واحد المنتوج اللي هو من مشتقات ديال الأسكوربيك أسيد اللي هو 3-0 إيتيل أسكوربيك أسيد هذي راكل موحدة وهو مزعم نطورين قصبوها باش ننسوا ما يسحب لكم ما تقراش أصلا هذي 3-0 يسحب لكم أسكوربيك أسيد إيكاين حالة أخرى غادا نعطيها لكم مثلا هنا فهذا لماك أزام 10% فيتامين سي سيروم هنا ستلقاو مكتوبة فيه أوستغايك فيلن يعني تنضم هنا دائما ردوا البال فيه مكتوبة أسكوربيك أسيد جات الفوق جات الوسط فين جات هما كاتبين فيه 10% يعني 10% نغمال موحدة تجي في الفوق هما دالين التحت وكانين بزيف المشتقات يعني هذا المنتوج هذا فيه 10% مخلطة فيها أسكوربيك أسيد زائد تلك المشتقات اللي ديال فيتامين سي النقطة الثانية اللي برهنت على التجاريب والدراسات هي اللون دياله اللون ديال السيروم كيفاش خاصه يكون خاصه يكون هكا كلاغ وما يكونش أصفر يعني أصفر كتدل على أنه تكسب إما بالهواء أو بالضوء فبالتالي ما بقادش عندون فعالية ما غديش يعطيك الفعالية الانتية كالتساني من هدك السيروم هاد النقطة هادش حال هادا كان ضغياء كي يتأكسد الفيتامين سي أسكوربيك أسيد معروف ضغياء كي يتأكسد ضغياء كي يخسر فهدك الشي غدتتلقاه من بعد المرات إما على شكل هكا كلير يعني سيروم أو غدتتقدر وتلقاه كذلك على شكل بودغ بولفا يعني فيما تستعملي كتتأخذي البولفا وكتخلطي معاشي منتوج وكتديري الوجه المهم هنا غدا نقول لكم معلومات وصافي باش تكونوا فاهمين وعارفين لشركة أو لأول شركة القاد تركيبة ديال اللي تطول في مدة ديال الصلاحية ديال الأسكوربيك أسيد رهي شركة سكين سايتيكلز هاد الشركة هاد القاد تركيبة وعرا نقول لكم مناش متكون فيتامين سي زدوا عليه آسيد فيغوليك وفيتامين او رسمية المنتوج كندن سي فيغوليك بحلقة هاد السيروم هو تعتبر من أول السيرومات اللي اكتشفت الموضوع داروا عندهم لاب تاون تولي نقل منهم ركي ديال وخاك كرا شركة الخرام ساكت هاد تنقل منهم فهذا الشي حاليا ستلقوا في الأسواق بإزاي فالمنتوجات صالح لمدة 6 شهور على الأقل 3 شهور يعني منبقات شركة القادية ديال مدة صلاحية 10 أيام وصعف هنا غدا ما نطول لكم في الموضوع 148 للأورو الثامن دياله طبيع الحل كما قلت اللي جربوا المهم هدو هما ثلاثة أحسن ثلاثة اللي سيروم اللي كانين حاليا في العالم اللي مجربين هم اليوتيوبرز وتيقولوا عليهم واعرين أو طب إما الشورط كذلك اللي كتبين على أحسن سيروم رحته هو الأمبلاج منساوج لأنه يكون مضلي ما يكون شفاف كانت لقاو في السوق كاينين للحد الآن تبيع سيروم في زجاجات شفافة غير شوفوا هذا النوع هرب وعرفوا ما فهمين وآصلا سيكون اللون المنتوج يقدر يكون أحمر يعني تأكسد مع الضو وخسر إذا بنجيو للبنات الخلاصة اللي قلت لكم كاملة اللي خذكم هي اللي تخلي وفريوسكم أحسن سيروم اللي يعطي نتيجة نركز على نتيجة هو اللي تكون 10% على الأقل ديال أسكوربيك أصيد هو اللي كل ديال هو التمن ديال اللي مش خاص يكون غالي ولكن التمن ديال للأسف غالي يعني من اللي نجي مثلا السيروم ديال الفيتامين السي ديال البالية واش غادي يفتح ليل لون البشرة ممكن ولكن على المدى البعيد يعني مثلا إذا جاءت وحدا وقت الموضوع فهمت في الموضوع ما يمكن شروم في غير مشتق من المشتق ات اللي لمواصل تهدك المشتق 3% وغادي عطاني هاد النتيجة ديال غادي فتح لي البشرة غادي خدم لي كأنت آج أنا شريته غير باش دار ضجة سراحة وبغيت نشوف كداير ريحت و كيف الشكل ديال فلوجه ديالي الى غير ذلك هاد مش دليل انه خايب هو بالعكس هو واحد سيروم زوين للناس اللي عندهم حساسية في البشرة اللي ما قدروش يديرو حتى واحد في المية ديال أسكوربك آسيد بخصوص تيكستور ديالو هو صراحة دير بحل حليب خفيف شي شوية ماشي تقيل ملي كديرو كيعطيكم واحد الإضاءة فورية خاصة انا كنت نديرو بالليل الريح ديالو في الاول كانت زوين ولكن مع مرور الوقت لاحظت انها بحالة او تكتغمال او او عرفتو شنو رجع لريح ديال البالية الريح اللي كتكون موهي ازا في المنتوج ديال البالية غتلقوه كمضان كديرو نفس البارفين المهم وحاشا خايبة ثلاثة ديال والاربعة ديال البارفين في يعني التول ديال المنتوج غير البارفين بالنسبة للبنات اللي عندهم بشرة حساسة كمسحهم يبدو بلا كريم ويتبعوها لسيروم اللي فيهم مشتقات ديال سيروم فيتامين سي هنا قد تلقاو تورديناري صراحة عندها بزاف وعندها بنسبة بنسبة مئوية هادي العشراء ديال العشرين الى غير ذلك حاجة هي مهمة نقول عليكم اللي هي الدراسات يعني هذك شي العلمي والدراسات والتجاريب ما تدار بزاف على هاد المشتقات يعني الناس خرجوا منهم مشتقات تتبقى فقط شركات ديال تجميل هما اللي كيدروا هاد المشتقات ويعطوهم للناس والرأي كذلك حتى ديال اليوتيوبرز كذلك ديال بلوغرز تهو ما هضرو في الموضوع زربوا هادو مثلا ديال 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 أوردناري وعجبوهم وشاركوهم مع الناس فهذا كشي لاش تقولوا ان المشتقات تهيارة عندها فاعلية واخر على المدى البعيد اذا بندزو اللي عندهم بشرة عادية ومشي حساسة كنصحكم سبداو ثلاثة في المئة ديال أسكوربيك أسيد ستلقاو في المكونات حاجة اللي ما نقولوا ما تتحققش الشروط ديال الاحسان سيروم هي اللون ولكن هذا مشي دليل انه غادي يكون خايب لا هذا دليل فقط انه مصاب الأسكوربيك أسيد اللي على شكل بودغ تلقاو في أورديناري كتبع بودرة 100% أسكوربيك أسيد وعد انتم لا تخلطوا مع شي حاجة فهنا نقول لكم بصراحة يختاروا الى القيش وانا نعرف هم بغان يقدروا رخيص البودرة كيلو لا نعرف مش حركة التعليم المو مرخيص هذا الشي لاش فهذا مش دليل انه غادي كون خايب لانه شخصيا عاجبني ريحته مفيش ريحة خايبة دائما تكون واحد الكركوب الفوق نظر تأكس الهواب المهم لا أعلن ندازل الثاني منتوج الذي تعجبني بزاف هو الاسكوربيك 8% زائد جوش في المياه ديال أغبوتين هاد الأغبوتين مزيانة ضد التصبغات اللي تكون في البشرة كما كتشوف اللون دياله ضغية كتشرب ضغية كيدخل في الجلدة اللون دياله كلير فيتامين سفي ديال أسكوربيك 8% قاعد مكسب في القدم زوين غير ترطيب ما بيش ما نقدرش نقول لكم مرطي بخاطر بالنسبة للبشرة الجاف فما غديش يرطب لك دائما نديري مع شي حاجة أخرى إي كما كتشوف البناز سنطلع معكم درجة درجة هنا غدا توصل تخدموه في مدة سبع أيام ماكسيمم عشر أيام وتلوحوا هذه القرعة الصغيرة وراء تكون فيه البودغ الفوق والتحت مكونات تخلطوهم مزين وقدروا من وجهكم كل مساء أنا مثلا كنت كل مساء لك واحد الاكلة واحد كتبان نتيجة كتبان نتيجة في سبع أيام صدقوني المهم هذه تجربة الشخصية ديالي نشارك معاكم كما كتشوفوا فيه أسكوربك أس جات الفوق يعني عشرة في المياه يعني فري يعني أكثر هذا المنتج هذا أكثر من رائع التمن وصراحة كيس سهلة هاد الباك هذا اللي خديثه مؤخرا في حتى الأكرون الأكرون مزوين نهائيا في الريحة مزوين ماعش بتنيش مي هادا نشريه هادا مزان مابديتوش مي هاك غدا نبقى غادا طالع حاجة أخرى بايت نقول لكم أكبر رقم لنسبة مئة ويلة تقدر توصل لها وما كان من موراها هي 20% يعني هذه الدراسات إما يمكن البنات نهضلكم على السيروم ديال فيتامين سي ونسى لكم أهم من سيروم فيتامين سي المهم هذا الجوش صراحة بجوش يتعاون بناتهم لكي يعطون البشرة زوينة فيها أكل وانتي آج المهم هاد الجوش هادو بجوش عندهم من نفس الخصائص فأنا كنسحكم البنات ما تخافوش من الدراس بدأوا بأصغر رقم كما درس أنا 20 ميلي متر وغدا انت كتلائم كنت تفهم البنات اللي كيخافو المهم أنا شنو درس بجوش طالعة طالعة برحاليا نشر 1 ميلي متر المهم هاكده ما حدي غدا تنكبر في السن بطبيعة الحال الواقعية خير من العلاج خاصني ندير انتياج نخلي البشرة تنتج الكولاجين ما شي نخلي احتار الخلايا تولي حال توعاد نبدأ نحفز أنا في الكولاجين فهمتوني يعني بصيفة عامة لا يمكن نحضر لكم على سيروم وفيتامين سي وننسى لكم الاحتياطات الواج بالعمل بها مثلا اول حاجة نبدأ هو الانتيسولير لاكرون بصيفة عامة هنا بين القاصر نقول لكم اجدربت بزيف الزيف 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 احسن احسن وحدين يعجبوني هما ديال بدائم كل مرة نشرير 4-5 ثاني حاجة من اللي تبغيوا تديرو هات السيروم ضروري جدا انكم مثلا تديرو فصل شيتاء ومتديرو فصل الصيف يعني تبدأوا تديرو بالليل ومتديرو بنهار حيث هو مع الشمش ما يتحامل يعني يقدر يرجع لك هذا شي بالعكس يعني انت بغت زين راسك تدقي خرج على راسك فمن الاحسن ما تديرو كذلك من مورا شي بي لن يعني تديري القهوة لوجهك تحكي مزيان وعاد ديري هات السيروم المهم هو في الأول غير يتعود عليه وجهك تقدري تدير تدير مغولا وعاد ديري هو مشكل هذا هو مجلوش دي الزوان اللي قلت لكم اللي يبس نصحكم نجربوهم لبنات أنا وصلت لنهاية الفيديو وعرفت رأسي طولت فالهضر ولكن كان علي ضروري نقول لكم هاد الشي ضروري غدا نكون شي حاج وحسن نكمل ونقول آه نسي سلي ما قلت هاش المهم تنتمنى أن الفيديو نال إعجاب دي لكم أنا أنا ما ستعتكم شفر رأسكم شكرا شكرا على المسابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله